أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سعدون حماد الانتهاء من مسودة قانون بشأن الرياضة مشيرا إلى أن اللجنة أرسلت نسخة لوزير الدولة لشؤون الشباب خالد الرودان لمخاطبة الجهات الدولية حماد ذكر أن مسودة القانون أعدت بما يتفق مع القوانين الأولمبية والدولية كما تضمنت كافة البنود والمواد اللازمة للإصلاح الرياضي مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر رد المنظمات الدولية لمعالجة الملاحظات خلال فترة الصيف